مساء الخير عليكم أعزائنا المشاهدين ومتابعين برنامجنا العربي بيت للكل حقيقة للحروب أوجه متعددة خاصة الحروب العسكرية تحتاج طرق خاصة بالدفاع وأيضا طرق بالإعلام تكون الكلمة هي الحاضرة في مجابهة بعض الحروب لكن اليوم حربنا خاصة هي عن أمراض السرطان وانتشارها في ولداننا العربية نتحدث بأدق التفاصيل بما أنه محاربة السرطان تحتاج العزيمة والإرادة من الشخص كي يتشافى الشفاء التام من خلال ما تكون هذه الإرادة مستمرة عبر أعوام وسنوات طوال لمجابهة هذا المرض القاتل متواجدين الآن أمام مركز الحسين للسرطان هذا المركز الذي يحظى بسمعة عالمية في الحصول على أعلى نساب النجا من مرض السرطان هذا المركز أيضا حصل على المرتبة الأولى على الدول النامية في علاج مرض السرطان والشفاء منه وأيضا على المرتبة السادسة عالميا يتميز هذا المركز بأنه الوجهة الأولى لمن يصاب بالسرطان في مختلف دول الوطن العربي لما يتميز به من الخطة العلاجية الشمولية والتي تضم مجموعة من الأطباء والكبراء أيضا على مستوى العالم في علاج مرض السرطان من كافة النواحي يسعد كل أوقاتك لنا يسعد أوقاتك شافكي وأحمد لربما هذا الموضوع من الصعب أنه نحكي فيه كتير أو نخوض فيه لأنه فيش إنسان في هاي الحياة ما بتمنى أنه يكتب قصته مليئة بالوفرة بالخيرات بالصحة وبكل أنواع الإيجابية لكنه زائر ثقيل أضل بطرق بابنا أو باب أحبابنا والأشخاص اللي بيعزوا علينا بيئس علينا وبيئس عليهم لربما يكون الإبتلاء بالمرض من أصعب أنواع المحن اللي بمر فيها الإنسان لكن دائما يتذكر أنه هو اختبار إلهي بقيس مدى صلابتنا صبرنا إحساسنا بالحياة وبخلينا نقدرها وبخلينا نشكر ونتمن كل لحظة عايشين فيها مع الناس اللي بنحبهم وأيضا عايشين فيها بهاي الحياة عشان هيك دائما لابد أن نثق بقدرة الله على الشفاء على مقولة أن لم يخلق لنا داء إلا وخلق له دواء صحيح جدا يا سنين وخليه يقول زي المصريين زي ما دايما بنقول الصبر مفتاح الفرق مرض السرطان بيخد أي حد حط نفسك في التجربة والاختبار الرباني أنت رحت للدكتور وقال لك أنك عندك المرض في أي مكان فيه اتنين واحد حيرجع اليأس والإحباط والقلق والخوف هو وأهله والتاني حيرجع يقول تختيار ربنا وأنا حقدر وأنا حكمل وأنا حشوف أقدر أعمل إيه الأصعب لما بيقف قدام المرأة ويكلم نفسه ويقول يا ترى هتقدر يا ترى هنحاول رحلة شقة متعبة أنا عارفة كلامي وأنا قاعدة على الكرسي سهل جدا بس لصاحب التجربة شقة ومتعبة هو بطل وإحنا عارفين أنه بطل لأنه بيعافر كل يوم وكل لحظة لكن في النهاية هو صاحب الاختبار الرباني قررنا إحنا كمان نكون مع البطل ده مع اللي بيحارب واللي بيحاول لأن في النهاية القصص دي كلها بتساعد ناس تانية أنا ممكن النهاردة ألتقي بقصة من مصر يسمعها حد من بلدنا في دولنا العربية يتأثر بيها وتكون هي الحافز اللي تخليه كمل ويقف ويقول أنا بطل تعالوا النهاردة نعيش في قصص أبطالها موجودين في دولنا العربية موجودين في بيوتنا موجودين وبنتعامل معاهم كل يوم تعالوا نتعلم منهم ونقف جنبهم ونقف جنب ناس لسه ممكن يتعرضوا لنفس التجربة خلينا نجرب النهاردة معاكم في بيت للكل لكن قبل ده كله أنا عايزة مسي على أهلنا في فلسطين ونروح لهذا التقرير إلى فلسطين يساهم العلماء الفلسطينيون مع العالم جنبا إلى جنب في إيجاد حل جذري لمرض السرطاني اللي بيخلف ملايين من الضحايا سنويا الأستاذ يوسف نجاجرة أستاذ الكيمياء الطبية في جامعة القدس ومع علماء كنديين طوروا أبحاث ولسنوات للشفاء من مرض سرطان السدي هذه الأبحاث نالت واستحقت براءة اختراع عالمية في طريق طويل لهزيمة هذا المرض لنتابع سرطان السدي بين النساء بمناسبة شهر الزهري اللي هو شهر التوعية بسرطان الثدي سرطان الثدي حوالي 40% من الحالات التي تصيب النساء هي سرطان الثدي ومنتشر أينما نظرت حوالينا أنت بتشوف أنه في حالات وجزء من هذه الحالات طبعا تصاب بالموضوع البحث اللي إحنا راح نحكي عنه موضوع اللي هو سرطان الثدي الثلاثي السلبية هناك أهمية بالغة لأنه السرطان بشكل عام والثدي بشكل خاص إذا ما أصاب الإنسان فيه له تبعات وعواقب صحية نفسية اجتماعية اقتصادية تصور مثلا أنه عندنا الإحصائيات بتقول أنه السرطان بشكل عام فيه تزايد كل الأوقات بزيد والأمر الآخر المقلق أنه يصيب النساء الفلسطينيات والعربيات بشكل عام بس الفلسطينيات من بينهم حوالي 10-15 سنة أكثر شبابية من النساء في الغرب الآن هذا يعني أنه تصور أنه امرأة أصيبت بالغرب مثلا عمر الستين وعولجت وعاشت 20 سنة أو 15 سنة يمكن تتوفى بشكل طبيعي لكن إذا امرأة فلسطينية أصيبت على سن الاربعين خمسة واربعين وهذا بنشوفه في حياتنا هذا عائلتها يعني تجربة الحقيقة مرة للعائلة للشخص للأفراد بتكون في عز عطائها وبتنضرب بشكل صحي بمرض من هذا النوع لأن ما في شك بأنه هناك حاجة ماسة للبحث الدائم عن وسائل التشخيص وسائل الرعاية والعناية وطبعا من ضمنها الوسائل العلاجية المختلفة واللي منها واحد من الوسائل العلاجية هو العلاج الكيمو أولا برأة الاختراع بتتحدث عن اكتشاف مثبتات للسرطان بشكل عام وبالأخص سرطان فتدي ثلاثة سلبية له أحد أنواع السرطان الثدي اللئيمة العنيفة الأكثر انتشارا واللي بتترك حظ قليل أو نصيب قليل للمرأة التي تصاب به أن تشفى أو تعيش سنوات بعد الإصابة أنا أولا بدي أشكر برنامج زمالة بدي أشكر جامعة القدس اللي أتحت لفرصة أني أكون في زيارة بحثية عام 2019 نهاية 2018 لنهاية شهر 9 2019 وأشكر الفريق البحثي الكندي اللي استضافني في جامعة وستن الأونتيريو الهدف كان البحث عن مثبتات تعمل بطريقة مستحدثة على قتل الخلايا السرطانية هذه الزيارة البحثية نتج عنها تصميم مجموعة من المركبات أحدها أطلق عليه جي كي واي أن واحد وطبعا الثاني اثنين وهلما جرى وجي كي واي أن تيمنا بالأحرف الأولى لجيم كوروباتنيك يوسف نجاجرة هذه المركبات عندما فحصت على خلايا السرطانية ونحكي عن أنواع مختلفة من خلايا السرطان وبالذات الثدي ثلاثي السلبية تبين أن لها نشاط وقدرة على وقف نمو هذه الخلايا والأكثر تشجيعا بالنسبة لنا كان لما مزجناها مع أدوية أخرى كانت هذه السرطانات مقاومة لتلك الأدوية اكتسبت فعالية يعني الأدوية التي كان لها مقاومة صارت فعالة فعنا عمليا مجموعة من المركبات بين إيدينا لها القدرة على قتل الخلايا السرطانية وبذات الوقت على تحفيز الاستجابة استجابة السرطانات المقاومة للعلاجات أن تصبح مستجيبة للعلاج من فلسطين قصتنا لليوم كتبت فصولها بكل تحدي جمان غيثة التي أصيبت بسرطان لكنها تحملت وتحدت وعافرت حتى كتب الله تعالى لها الشفاء منهم اليوم انتصرت جمانة على مرض السرطان بكل ثقة بكل أمل وبكل هدوء لتكتب وتحكي قصتها لتكون عبرة ومثالا لكل النساء من حول العالم لأن هذا المرض أو سرطان الثدي يعتبر من أشد أنواع السرطانات فتكا بهن لنتابع قصة جمعنا اكتشفت مرض السرطان في شهر 3-2019 في وقت الكورونا يعني أزمة الكورونا الإغلاقات في كتلة كانت في ثدي الأيمن حسيت فيها أول إشي عجلت الموضوع المدة يعني شهر قلت ممكن إشي عارض ويروح بس حسنت الكورونا عم تكبر شوية شوية عم تكبر توجهت أول إشي لإغلاقات كله ما في محل حتى أنا بالنسبة إلينا المركز الرئيسي إلينا كمريضات سرطان مركز دنيا مركز دنيا قال لي إنه رح نفتح لك المركز أساس إنه نشوفوا ويتأكدوا إنه يفحصوا عينة ويشوفوا الدكتور عملولي أشعة وعملولي فحص بيّن بعد بفترة إنه هذا كونسر هلأ شوية شوية بندهم يخبروني إنه كونسر أنا أول إشي عملت عملية على أساس إنها التهاب متحوصل في مستشفى الاستشاري بس لما الدكتور يفتح الثدي وشاف اكتشف إنه هذا كونسر فهو بدي يخبرني دكتوري إنه أنه أنت معاك كونسر طبعا كان يعني الخبر بالنسبة إلي صح صدمة بس إنه دايما بعتبر هذا المرض منحة منحة من الله مش محنة أنا في طور العلاج الهرموني أنهيت العجلاج الكيماوي والإشعاعي الحمدلله ربي العالمين بدأت أسعر بإنه جسمي متعافي والحمدلله ربي العالمين بستعيد سحتي شوي شوي فيه إش دايما بحب أحكي للستات إنه يعني ما ما في بديل عن الفحص المبكر وما في حدا ممكن يقول أنا مش ممكن ممكن أمرض أو ممكن إنه أي أي إشي حاس إنه فيه إشي في جسم هالوحدة مش طبيعي إنه فيه إشي التوجه والفحص المبكر لأنه دايما بحكي هو السبيل للنجاة وبعد يعني إرادة ربي العالمين كل الإحترام لوزارة الصحة أنا دايما بحكي إنه أنا بعرف قديش على عاطقها بوقع مريض السرطان قديش بكلفها على ميزانية وزارة الصحة بعرف إنه كتير بكلفها ترجمة نانسي قنقر تأسس مركز الحسين للسرطان للأبحاث ورعاية الطبية الشاملة هذا المركز الذي افتتح العام 1997 باسم مركز الأمل للشفاء بجهود وطنية رائعة من تبرعات أبناء الأردن والوطن العربي والمنح المالية من الحكومة وهو مركز رائد على مستوى الشرق الأوسط حيث يوظف أحدث ما توصل إليه العلم من سبل الرعاية الشمولية لعلاج ورعاية المرضى من الأطفال والكبار المصابين بجميع أنواع السرطانات وفي العام 2002 صادرت الإرادة الملكية السامية من لدني جلالة الملك عبد الله الثاني بن حسين بتغيير اسم المركز ليصبح مركز الحسين للسرطان تكريماً للباني المغفور له الملك الحسين بن طلال الذي صارع المرضى بأخلاق الفرسان وينضو المركز تحت مؤسسة الحسين للسرطان هذه المؤسسة الوطنية المستقلة غير الربحية التي تشرف على أعمالها هيئة أمناء تضم نخبة من المتطوعين الخبراء في المجالات الصحية والاقتصادية والمالية يتم تعيينهم بإرادة ملكية سامية وبرئاسة الأميرة غيداء طلال ونحن اليوم بعد 16 عاماً نلتقي في جوهرة الأردن الطبية هذا المركز الذي يمثل أرقم توصل إليه العلم في عالم السرطان هذا المركز الذي يعالج مرض السرطان من جميع أنحاء العالم العربي ولتوفير مرافق متطورة ومتكاملة تسهم بتوفير أحدث تقنيات علاج أمراض السرطان جاءت فكرة التوسعة الجديدة للمركز القديم وليغدو الحلم حقيقة وفي العام 2017 افتتح جلالة الملك عبد الله الثاني المباني الجديدة للمركز التي تمثل نقلة نوعية في تاريخ الطب الأردني لتتضاعف طاقته الاستيعابية إلى 350 سريراً و12 غرفة عمليات و36 وحدة عناية حديثة وشملت التوسعة إنشاء مبنيين جديدين لتتضاعف مساحته الإجمالية بشكل ملحوظ ومن شأن هذه التوسعة تمكين المركز من إجراء 300 زراعة نخاع عظمي والتعامل مع 7000 حالة جديدة كل عام وإدخال برامج جديدة تضاهي أفضل البرامج في دول العالم المتقدم موسيقى 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 متواجدين الآن في مركز الحسين للسرطان فاسمحوا لي أن أرحب بعطوفة المدير العام لمركز الحسين للسرطان الدكتور عاصم منصور موسيقى 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 دكتور هذا المركز أخذ المنصب أو المركز الأول على الدول النامية على مستوى الدول النامية في نسب النجاة والشفاء من مرض السرطان والسادس عالمياً كيف حقق مركز الحسين للسرطان هذا الرقم؟ مساء الخير لك ولمشاهدين الكرام حقيقة هذا جاء نتيجة عمل دؤوب عبر السنوات الماضية عمل مؤسسي إحنا لما أسسنا هذا المركز كان القرار واضح أنه ما نكون مجرد رقم إضافي للمؤسسات الصحية الموجودة كان بالأردن ولا حتى على مستوى المنطقة يجب أن نكون متميزين يجب أن نضع بصمتنا ليس فقط على رعاية مرض السرطان وإنما على الرعاية الصحية بصورة شاملة لذلك هذا العمل وهذه الأسل التي وضعناها والعمل المؤسسي الاستثمار بالكوادر البشرية الاستثمار بالآلة والتكنولوجيا وجميع هذه العناصر جمعها ضمن نظام موحد ينظم عملها نتج عنه هذه النتائج الباهرة اللي أصبح مركز الحسين للسرطان الحمد لله يشار إليه بالبنان وأصبح من أهم مراكز السرطان ليس على مستوى المنطقة وإنما على مستوى العالم دكتور حاسم المعروف عن مركز الحسين للسرطان بأنه أكبر نسب النجاح والنجاة والشفاء من مرض السرطان موجودة في هذا المركز كيف استطعنا أن نصل إلى هذه النسب اللي أنت رح الآن يمكن تتحدث عنها ولماذا مركز الحسين للسرطان على مستوى العالم معروف عنه بأنه هذا المركز هو لنجاة والشفاء؟ من أهم البرامج اللي بدينا فيها إحنا كنا عارفين أنه ما لم يكون عندنا المعلومة لن نستطيع أن ندعي أننا بالاتجاه الصحيح ولا أنه أفضل من غيرنا أو زي غيرنا أو وين لازم نتجه؟ لذلك بسنة 2006 أسسنا سجل للمركز لمرض السرطان شو أهمية هذا السجل؟ هذا السجل فيه كل شاردة وواردة عن جميع المرضى الذين يعالجون بالمركز العمر، الجنس، بأي مرحلة شخصوا، العلاجات التي خضعوا لها، نسبة النجاح، العمر اللي عاشوا بعد التشخيص وهذا هو اللي ممكن نتيجة دراسته أن يقولنا وين إحنا وكيف نقارن أنفسنا بالدول ومنذ ذلك الحين إحنا سنويا نراجع نسب النجاح لنا، نسب الشفاء ونقارنها بالدول المتقدمة قبل شهرين قمنا بمراجعة دورية الآن بعد ما مرع من عمر هذا المركز حوالي 15-16 سنة أو من عمر هذا السجل اللي موجود بالمركز نشوف وين إحنا؟ الحمد لله رب العالمين نسب النجاح بكل أنواع السرطان إذا ما قورنت بما ينشر في الولايات المتحدة وبأوروبا نحن نسبنا متوافقة تماما ومتطابقة تماما مع النسب الموجودة بالدول الغربية نعم، دكتور عاصم هذا المرض له جوانب وأعراض أخرى لذلك المركز، مركز الحسين للسرطان، اتخذ خطة علاجية شمولية خلينا نتحدث عن هذه الخطة وبروسيز العلاج بشكل عام يعني نحن لما نعالج المريض نحن نعالج المريض ككل وليس المرض لأن المرض هو جزء لكن هناك جوانب أخرى جسدية ونفسية وروحية يجب أن تأخذ بعين الاعتبار هذا من ناحية من ناحية أخرى كمان مرض السرطان هو طيف من الأمراض ومن الأعراض ومن التداخلات التي يجب أن نعملها حتى أولاً نقي منه نكشف عنه مبكراً أو نعالجه فمركز الحسين للسرطان اختار لنفسه أنه أيعنا بكل هذا الطيف من كيف نقي أنفسنا من السرطان كيف نشخصه مبكراً ونكشف عنه مبكراً كيف نعالجه من كافة الجوانب التي ذكرناها قبل قليل وإذا فشلنا لا سمح الله بالعلاج كيف نرعى طلطيفياً وكيف نرعى الناجين كمان من هذا السرطان فأصبح هناك تناول شمولي لهذا المرض وعلاج شمولي للمريض من الجانب الجسدي من الجانب النفسي ومن الجانب الروحي نعم نعم دكتور عاسم مركز الحسين للسرطان أصبح الوجهة الأولى لكل الإخوة العرب ومنطقة الشرق الأوسط لمن يريد أن يتعالج من مرض السرطان نتحدث عن الأخوة العرب الأشقاء العربي الموجودين عندكم في المركز وكم نسبتهم يشكل الأخوة العرب حوالي 30% من مرضى مركز الحسين للسرطان وإحنا كنا نتمنى لو يكون عندنا قدرة استيعابية أكثر إنه أن نستوعب كل من يطرق بابنا طلب للشفاء حقيقة بعد ما برز اسم المركز وأصبح هذا الاسم مطروق على مستوى الدول العربية والعالمية أصبح كثير من الأخوة العرب يجدوا في المركز ملاذاً آمناً بديلاً عن الدول الغربية اللي كانوا يلجؤ إليها في السابق هم يأتوا إلى مركز متطور علمياً متطور طبيياً ويأتوا إلى بلد نفس اللغة نفس العادات نفس التقاليد بلد مضياف بلد آمن فكل هذه العناصر جعلت مركز الحسين للسرطان منافس قوي وقد يتفوق في بعض الجوانب على مثيلاته في الدول المتقدمة أنا السؤال اللي حب أسأله يمكن يعني حبيني يستفسروا عنه الأخوة العرب اللي عم بشاهدون الآن المصابين في مرض السرطان واللي حبيني يتوجهوا لمركز الحسين خلينا نحكي كيف يقدم مركز الحسين كافة التسهيلات لهم منذ قبل دخولهم لمطار الأردن وحتى وصولهم للمركز وعودتهم إلى بلادهم يعني العملية تبدأ بزيارة بسيطة لموقع مركز الحسين للسرطان مؤسسة مركز الحسين للسرطان على شبكة الإنترنت عندها هناك يستطيع أن يضع تقاريره بصورة سهلة جدا يتم تقييم هذه التقارير من قبل فريق عامل قبل أن يأتي المريض وإحنا المريض الذي يعالج بصورة صحيحة قد نقول له ابقى في بلدك ليس هدفنا حقيقة للربح المادي ولا أنه نجيب المريض ونجشمه عناء أنه يترك بلده ويترك عيلته ويترك بيته ويجي على المركز المريض الذي يستفيد من خدماتنا نحن نحدد له الموعد وإذا اتفقنا أنه سيأتي إلى مركز حسين للسرطان نستقبله من المطار نسأله أسئلة إذا كان بحاجة أن نساعده بحاجز فندق بحاجز شقة فندقية إلى غير ذلك إذا كان بحاجة نقوم بذلك من خلال فريق متخصص نستقبله بالمطار هناك فريق مخصص للمرضى العرب أو قسم مخصص للمرضى العرب داخل المركز المريض العربي عندما يأتي للمركز سيكون معه سيجد موظف يرافقه في كل ما يذهب إليه إذا ذهب إلى عيادة إلى فحص إلى صورة إلى غير ذلك سنكون معه سيكون معه رقم تليفون أحد الأشخاص المعنيين هذا سيكون ضابط ارتباط إليه مدام هو موجود عندنا بالأردن والعلاج بحاجة أنه يسحله الإخوة العرب اللي بحاجة لفيزا نحن نتعامل وبسهولة مع وزارة الداخلية ونستطيع أن نستطر لهم فيز للقدوم إلى الأردن فنحاول قدر الإمكان أن المريض يكفي مرضه أن نقوم بباقي الأشياء نحملها عنه نحن بالمركز بحيث يتفرغ هو للعلاج نعم مشاهدين ننتقل الآن إلى العراق الشقيق لنستمع ونشاهد أيضا عن تجربة العراق في علاج مرض السرطان بعد عام 2003 والظروف التي شهدها العراق تفشت حالات الإصابة بالسرطان باختلافها مواطنون كثر أصيبوا بالسرطان جراء مخلفات الحروب والألغام مختصون في الأورام السرطانية أوضحوا أن المؤسسات المعنية سجلت إصابة أكثر من 30 ألف مواطن بالسرطان خلال عام 2020 فقط التلوث البي اللي موجود حاليا طبعا زي عانوا من عنده هنا بس العراق لكنه مشكلة عالمية المسببات الأخرى هي المؤثرات الجينية اللي يمكن هي تكون متوارثة ويكون بعض الأشخاص لما قابلية الإصابة لمرض السرطان هي أكثر من باقي الفعات الأخرى السرطان الذي عند النساء وسرطان الرئى عند الرجال أكثر سرطانات معروفة هذه حتى عالميا طبعا موسيقنا بالعام حالات الشباة تعتمد على التشقيص الأول للسرطان من 2004 كانت مصالب هذا المرض وشلت الثدي في 2018 رجع المرض لغير مكان على الغشاء البريتوني بالبطن تسرب مئات المواد السرطانية في الهواء الطلق وانبعاثات معامل النفط والمصانع الأخرى إضافة لمخلفات الحرب أبرز عوامل انتشار السرطان في العراق وفق مراكز بحثية وزارة البيئة بيّنت أنها حذرت مرارا وتكرارا من ارتفاع نسب الملوثات الصليبة والسائلة لكن دون جدوى فأعداد الإصابات بالسرطان ما زالت في تزايد حروب طبعا لها تأثير سلبي وبالإضافة إلى تلوث الهواء وكل الملوثات الموجة تلوث المياه هذه كلها بها سبب مشاكل يعني المياه أحياناً يكون بها عناصر ثقيلة فهذه سبب مشاكل سوى استخدام المواد الكيميائية التي تنقل عبر الحاويات أو البراميل أحياناً بعض البراميل يحتاج إلى معالجتها بطريقة علمية وقد يكون حلم البشرية الأسمى في معركة السرطان والتوصل إلى علاج ناجح في التعامل مع جميع أنواعه ما يفتح آفاقاً جديدة أمام المواطنين وعلماء الطب في التخلص من أخبث أمراض العصر لبرنامج بيت للكل محمد العيداني بغداد دعونا نرحب في هذه الحلقة بالدكتورة سورياسين مديرة شعبة الوقاية والكشف المبكر عن السرطان في مجلس السرطان العراقي التابع لوزارة الصحة العراقية مساء الخير دكتورة ومنورتنا في برنامجنا العربي بيت للكل مساء الخير عليك وعلى جميع متابعينا من خلال شاشات العراق ومصر والأردن وفلسطين نورتنا دكتورة دكتورة مثل ما تحدثنا في بداية الحديث عن هذا المرض القاتل حرب من نوع أخرى تحتاج عزيمة وإرادة وصبر يمكن لسنوات طوال حتى نتخلص من هذا المرض بالبداية خلي نعرف معدل الإصابات بالنسبة للعراق مقارنة بالبلدان العربية معدل الإصابات مو فقط بالبلدان العربية هو عالمياً بإزدياد مع إزدياد الكثافة السكانية ومع إزدياد مسببات المرض لكن بصورة عامة إحنا إقليمياً في الشرق الأوسط نعتمد على تسجيل الحالات من خلال تقاريرنا للتسجيل السرطاني السنوي اللي هي بالعراق مدعومة من قبل منظمة الصحة العالمية ببرنامج خاص للتسجيل السرطاني يصدر مجلس السرطان سنوياً تقرير سنوي بأعداد المصابين بالسرطان ومعدل الإصابة فيه هو ما يختلف عن معدل الإصابة بالنسبة للدول المجاورة إذاً العراق صاحب ريادة يمكن أول البلدان العربية في قضية الكشف المبكر عن أمراض السرطان والأورام وكل هذه الأمور ولكن لعام 2022 ما زال الرصد ورقي ولا يوازي البلدان العربية اللي يمكن جت بعدنا والتطورت بشكل كبير وأصبحت أرشفة الكترونية ورصدها الكترونية حقيقة مجلس السرطان هو يعمل ضمن تشكيلة وزارة الصحة وفقاً لقانون رقم 63 لسنة 1985 واللي هو اسمه قانون مجلس السرطان هذا القانون يعني وفق هذا القانون تم تصدير أول تقرير للتسجيل السرطاني سنة 1985 وكننا إحنا العراق البلد الأول بالشرق الأوسط اللي صدر تقرير تسجيل سرطاني للأسف ما نزال يعني من الخمسة واثمانين إلى حد 2022 نحن نفس الطريقة بعدنا نجمع أعداد المصابين بالسرطان بشكل ورقي في حين أنه أكو دول مجاورة أن تم أطلاق برنامج التسجيل السرطاني يمكن أقدم دولة سنة 2008 وبعدها اللي الجوي أطلقوا برامجهم سنة 2012 هسا هم تحولوا إلى التسجيل الإلكتروني اللي هو أكثر دقة بتحديد أعداد مرضى أعداد مرضى السرطان يعني هذا حتى دكتور يمكن المشكلة اللي يتعانون من عندها بعدم وجود بيانات الإلكترونية حقيقية واعتمادنا على الوراق لا نقدر نحدد كمية العلاجات اللي محتاجهها أو رصد الحالات المرضية اللي موجودة بالعراق بالإضافة لمتابعة الحالات وأنواع السرطان المتشر بالعراق المختلف أمراض سرطان الثدي والقولون وغيرها من الأمراض السرطانية اللي موجودة بالعراق أيضا هذه مشكلة بالنسبة لكم اليوم هو أولا هو يعني مدقيق ومتعب للكوادر اللي تشتغل به وثلاثة رح يؤثر على جودة الخدمة المقدمة للمريض لأنه آني بشلون رح أقدر احتياج للأدوية السرطانية والخدمات اللي أقدمها المريض السرطان إذا آني ما عندي أعداد دقيقة فغالبا أنه رح يؤثر على جودة الخدمة الصراحة بهذا الموضوع أنه إحنا كوزارة صحة ما نزال إحنا نتكفل بعلاج مريض السرطان من التشخص إلى حد آخر خدمة ممكن أنه يتلقاها في حين الدول المجاورة أكو عدها دعم من منظمات عدها دعم من ميسورين عدها دعم من الحكومات لتقديم خدمات لمرضى السرطان ماذا تابع عن الشيء يعني دعم خاص في مصر وحتى أعلانات في التلفزيون خاصة يحب يتبرع لأمراض السرطان ومستشفى الخاص حتى في الأردن وباقي البلدان العربية هناك تدخل خاص لدعم هذا المرض الخطير أكيد مرضى السرطان يحتاج لهم جهود ليس فقط من وزارات الصحة يعني أنا اليوم مثلاً من أقول أريد تسجيل إلكتروني هذا يجب أن يحتاج إلى بناء تحتية رصينة حتى نطلق بها البرنامج تسجيل إلكتروني نكتور على ضوء البناء التحتية التي يحتاجها والبناء الخاصة لعلاجها نسأل اليوم مراكز مثل ما نعرف كل البلدان لديها مراكز خاصة كبيرة ويقولها يسمها والدليل لبعض الأمراض السرطانية في العراق لديها علاجات تكون خارج البلد عدنا مراكز مختصة لعلاج السرطان تكون بها ضمانات كبيرة يعني قدر ما نتحملها من عدد الإصابات اللي متواجدة في العراق أكيد هو إحنا حسب ما يتم رصده في تقاريرنا السلومية للتسجيل السرطاني يعني ده نطور من مراكزنا العلاجية عدنا 34 مركز علاجي في كل المحافظات في كل المحافظات أكو مركز علاجي ببغداد أكو أكو أكثر من مركز علاجي يتم خلالها تقديم الخدمات الطبية من علاجات بيولوجية وكيميائية وإشعاعية وهرمونية بعد هذه العلاجات لماذا لا يكون لدينا قضية الكشف المبكر هذه الثقافة اللي ممكن نحتاجها الشخص يقول إلا يحس بأوجاع معينة اللي راح يراجع الطبيب حتى مثل ما يراجع طبيب الأسنان بعد ما تفاقم الحالة ولو كان عندنا الكشف المبكر ما كنا نرصد هذه الأموال الطائلة لعلاج الكيميائي والإشعائي وغيرها من البيولوجيا وكل هذه الأمور ممكن كانت تكون الكلفة أقل وأيضا الحفاظ على رواح المواطنين بعد ما تفاقم الحالة ممكن أن نكشف المرحلة بعد ما وصل إلى مراحلة المتأخرة الرابعة والتالثة حقيقة هو الكشف المبكر بجدوى اقتصادية لأي نظام صحي يتبنىها لأنه أنا اليوم من أشخص مريض بمراحل الأولى للمرض يعني ستاج 1 و 2 يكون علاجة جدا سهل وأكيد بفائدة اجتماعية ونفسية واقتصادية على المريض في حين أنا إذا شخصت الأمراض في مراحل متقدمة ستاج 4 و 5 هذا سيكلفني أموال طائلة نصرفها على الأدوية البيولوجية والهرمونية والتيميائية وغلبها تكون بدون جدوى دكتورة يعني حتى ما نحنقض على روح المريض بالضبط يعني أنا كل ما يكون إحنا ليش قلنا بجدوى اقتصادية أنا مو بس جدوى اقتصادية صحية على المرض يعني أنه نسبة الشفاء في المراحل الأولى قد تصل 99% في نوع من الأمراض السرطانية وفي حين أنه أحسن نسبة يمكن أن أحصل لأني شفاء في المراحل المتقدمة يمكن 60 إلى 70% فأكيد الكشف المبكر هو جدا مهم للأسف أنه إحنا بالعراق ما عندنا ثقافة الفحوصات الدورية والكشف المبكر بعدنا نعاني من جهل هذه المعلومة بين أفراد مجتمعنا نحتاج حملات توعية وتثقيف بهذا الخصوص ضخمة حتى نرفع من الوعي المجتمعي بأهمية الكشف المبكر والفحوصات الدورية دكتورة هذا عدد الإصابات الكبيرة بما أنه العراق مختلف تماما عن البلدان العربية مرأنا بمراحل كثيرة وحروب وتأثيرات الحروب وأيضا المواد العسكرية التي استعملت هل كانت هي أيضا محفز كبير للإصابة ببعض أمراض السرطان بالعراق؟ للأمانة هو ما كفت دراسة تناولت هذا الموضوع باستفاضة بس مؤخرا تم عرض نتائج دراسة قامت بها وزارة البيئة أثناء الجلسات الدورية لأعضاء مجلس السرطان والتي كانت في مناطق معينة بغداد من ضمنها الزعفرانية وشارع حيفا تم خلال الدراسة أخذ عينات مختلفة من التربة من الماء حتى من الهواء ومن المرضى نفسهم أو الساكنين في هذه المناطق نتائج الدراسة توصلت إلى أنه أكو فعلا مواد ممكن تحفز الأمراض السرطانية وبنسب جدا عالي مثل هذه الدراسات تحتاج إلى ميزانيات ضخمة حتى نعممها على العراق حتى نطلع بتوصيات بأهمية معالجة التلوث البيئي ومخلفات العرب دكتورة في آخر أسئلتنا أو نقول ماذا يحتاج مجلس الخدمة الخاص بكم حقيقة مجلس خدمة السرطان في العراق مجلس السرطان في العراق شون يحتاج دعم حكومة حقيقي شون يحتاج مقوانين وتشريعات من مجلس النواب العراقي حقيقة الأعداد التي نشاهدها كبيرة جدا حتى لو قارنها بالبلدان العربية لكن هي أعداد مرعبة بالنسبة وناقص خطر بالنسبة العراقيين أكيد أولا نحتاج إلى تخصيص ميزانية واضحة لبرامج السيطرة على السرطان في العراق الثاني نحتاج دعم من قانون الضمان الصحي للقيام بالمسوحات السرطانية حتى تكون ملزمة لكل أبناء المجتمع وبالتالي ستكون ذات فائدة جدوى اقتصادية واجتماعية ونفسية وصحية على أبناء المجتمع نحتاج مناقشة بروتوكولات العمل نحتاج تجاوز المعوقات الإدارية والفنية في وزارة الصحة والوزارات الأخرى هذا التعاون إن شاء الله يلاقي هذا المطالب صداها عدة جهات المعنية الحكومية العراقية خاصة وهو مرض خطير دائما الأمراض السرطانية هي الحقيقة الوحيدة من مؤشرات الخطورة بالنسبة لجميع البلدان وأيضا تخسر الكثير من أفراد الوطن العربي بسبب هذا المرض الدكتورة سورياسين مديرة الشعبة الرقابة والوقاية والكشف المبكر في مجلس السرطان العراقي تابع لوزارة الصحة العراقية نورتنا في برنامجنا العربي بيت للكل نتمنى لك إن شاء الله التوفيق في أداء مهامت الصعبة حقيقة في ظل هذه الظروف الصعبة وارتفاع عدد الإصابات شكرا لك نورتنا حياته إذن مشاهدينك كانت هذه المحور الخاص بالعراق لأمراض السرطان حقيقة وطرق الوقاية ومعالجتها وأيضا المشاكل والمسببات اللي نعاني من أدها بالعراق بسبب الظروف الاستثنائية اللي مرينا بها على مدار الأعوام التي مرت دائما نقول بأن الفحص المبكر تروح وتراجع وتفحص فحص دوري لو مدة كل ثلاثة شهر تشيك نفسك تتخلص من الإصابة والله يبعد عنكم الأمراض إن شاء الله وهذه عودة مجددة إلى زملاء الإكمال فقرات برنامجنا العربي بيت للكل مش حرام أنه بعدنا عم نخسر أمهاتنا وبناتنا وصديقاتنا بسبب عدم التوجه إلى الكشف المبكر عن سرطان الفدي لأي أسباب؟ الخوف؟ الوصمي؟ الجهل؟ كل هالأسباب مرفوضة كلياً خاصة أنه الدراسات العلمية والعالمية أثبتت أنه الكشف المبكر عن سرطان الفدي يزيد نسبة الشفاء إلى 90% ويؤدي إلى إنقاذ الحياة بإذن الله مشان هيك بطلب من كل سيدة أنه تتحمل مسؤولية صحتها وأنه تتوجه فوراً إلى الكشف المبكر أمهاتنا، بناتنا، صديقاتنا مش مجرد رقم أو إحصائية هنه سندنا، هنه استقرارنا، هنه كل شيء في حياتنا أهلاً بكم مشاهدينا من جديد ونعود مرة أخرى لنرحب بمدير عام مركز الحسين للسرطان الدكتور عاسم منصور أهلاً وسهلاً فيك دكتور من جديد دكتور عاسم الآن الناس بتربط أو أي مصاب في مرض السرطان بيربط أنه مرض سرطان يعني كيماوي عنا إحنا في مركز الحسين للسرطان في أيضاً أساليب أخرى علاجية وأيضاً لدينا أحدث التقنيات والأجهزة الطبية في معالجة أيضاً متابعة مريض السرطان نحكي عن إمكانيات المركز في هذا الموضوع يعني إحنا بالمركز مصممون أنه ما يكون فيه أي تكنولوجيا موجودة بأي مكان بالعالم ولا نستحدثها والعامل المادي لا يشكل عائق أمام استحداث هذه التكنولوجيا سواء تشخيصية أو علاجية أو دوائية يعني واحد من أشياء اللي استحدثها المركز خلال الأشهر الماضية الجراحة بالروبوت وهذه مكلفة جداً لو حسبها الواحد حسب التكاليف والمرابح ممكن ما يستحدثها لكن إحنا قلنا أنه بدام المريض بالدول المتقدمة عنده هذه التقنية يجب أن تكون موجودة بالمركز وهذا ينطبق على الأشعة العلاجية الأجهزات تكلفتها بالملايين لكنها إن كانت تفيد مريضنا من حيث الدقة ونجاعة العلاج فرح أن نستحدثها لذلك في المجال التشخيصي والمجال العلاجي لا يوجد جهاز أو تقنية أو دواء موجود بأي دولة بالعالم لا يقوم مركز الحسين للسرطان باستجلابه واستحداثه وتقديمه لمريضنا الأردني والعربي الآن بالنسبة للأدوية والعلاجات الدوائية حقيقة ما نعالج به مريض السرطان اليوم يختلف تماماً عما كنا نعالج به قبل خمس أو عشر سنوات كان ارتكاز العلاج على العلاج الكيماوي وقد أدى العلاج الكيماوي دور معين لكنه لم يكتسب هذه السمعة للأعراض الجانبية للأعراض الجانبية كانت شديدة خلال السنوات الماضية العلم أعطانا أدوات جديدة هذه الأدوات أعطتنا نجاحات هائلة جداً نحكي عن علاج المناعي نحكي عن علاج البيولوجي نحكي عن علاج الموجه نحكي عن ما يطلق عليه الآن الطب الدقيق والطب الموجه حقيقة هذه الآن ثورة في مجال علاج السرطان غيرت مفاهيم كثيرة مما كنا نعالج به أعطتنا نسب نجاح عالية جداً مع مضاعفات أقل بقليل مما كنا نشهده في السنوات الماضية وهذه كان مركز الحسين للسرطان حقيقة سباق في استحداتها والآن مئات المرضى بمركز الحسين للسرطان يخضعوا لأنواع متعددة من هذه العلاجات كلهم حسب مرضه وحسب حاجة وأقلها تعب وأعراض جانبية أيضاً الأعراض الجانبية أقل بكثير لهذه الأدوية كثير منها الآن تعطى على شكل حبوب بالفم كثير منها تعطى والمريض ما في داعي لدخوله المستشفى يأتي على قسم مريض خارجي أو بيشن يأخذ هذا العلاج نصف ساعة أو لا ساعة ويذهب إلى بيته بكثير منها المناعة لم تعد تنزل كما كانت تنزل بصورة كبيرة مما يعرضه للإصابة بالالتهابات والحميات والعدوى لذلك الحمد لله هذه الأدوية وهذه الاتجاهات حقيقة هي ليست فقط أدوية غيرت مفاهيم علاج السرطان بصورة كبيرة جداً دكتور عاصم نحن نعلم بأن هذا المرض أولاً قدرة الله عز وجل ورحمته فوق أي شيء لكن من حضرتك حبين هي كجملة فيها كثير من الأمل للمصابين بمرض السرطان بأن هذا المرض هو ليس الموت بالعكس أحياناً تكون النجاة والشفاء للأسف بالماضي ارتبط اسم السرطان بالموت وهذا خلق كثير من الناس حتى الاسم ما يذكروه ويحكوا عنه بذاك المرض المرض الما بتسمى إلى غير ذلك لكن حقيقة رسالتي للجميع هذا الكلام غير صحيح ولم يعد اليوم بإمكاننا أن نربط السرطان بالموت الآن أصبح السرطان مرض قابل للشفاء وإن لم يكن للشفاء كان قابل الآن لتحويله لمرض مزمن زيه زي الضغط زي السكري إلى غير ذلك هناك مئات المرضى بمركز الحسين للسرطان الآن اللي عاشوا عشرات السنوات بعد تشخيصهم بهذا المرض لذلك رسالتي للجميع عدم الهلع هناك طرق الكشف المبكر مهم جدا كلما كشفنا عن السرطان مبكرا كلما زادت فرص النجاة ثم بعد ذلك اللجوء إلى المراكز المتخصصة بذلك اللي إن شاء الله وبعد إرادة ربنا نسب الشفاء ستكون عالية وهذه رسالة أمن رسالة للإقبال على الحياة حتى لو تلقى الإنسان نبأ بإصابته بمرض سرطان أو غيره بإمكان الطب الآن بمشيئة ربنا أن يشفي هؤلاء المرضى وأن يعودوا إلى مجتمعاتهم معافين سالمين فاعلين بهذه المجتمعات إن شاء الله اسمح لي أنا أشكرك الدكتور عاصم منصور مدير عام مركز الحسين للسرطان على هذه المعلومات وأمنياتنا لكم بالتوفيق ننتقل الآن مشاهدين أيضا لنستمع ونشاهد تجربة مصر الشقيقة في علاج مرض السرطان وننتقل إلى الزميلة شاك اليوم بنتكلم عن مرض السرطان بس مش مهم المرض المهم البطولة تجاه المرض المرض الناس لما بتقابلوا في كتير بيقفونوا أبطال وكتير بيبقوا محاربين من البطل ومن المحارب وإيه الكلمة الأقرب بالنسبة لهم ممكن يستخدموها أو يحسوها والبطولة مش بس على فكرة للشخص المريض البطولة كمان للي حواليه أهله، ناسه، أصحابه، زميله، مجتمعه، كل الناس لأنه في النهاية بيبقى دايرة كاملة بتواجه نفس المرض خليني أرحب وأتكلم معاكم أكتر ومع ضفتي العزيزة دكتورة مها نور مساء الخير يا دكتورة وخليني أقول التايتل بتاعك اللي عجبني رئيس جامعية سحر الحياة يعني الاسم حلوة أولا وده أيضا لدعم الأطفال المصابين بالسرطان لكل أبطال السرطان عموما كل أبطال السرطان أطفال وكبار فيه كمان مبادرة اللي هي زراعي خط أحمر دي كمان يعني اسمها حلوة جدا يعني كل الكلام ده اللي بيدي طاقة انت ليه كنت معترضة عن استخدامنا لكلمة محارب وفضلت إن احنا نقولها بطل أبطال بوسي أنا شايفة إن المحارب عنده إمكانية الهزيمة أو الامتصار لكن البطل منتصر بطل على طول منتصر على طول ليه منتصر لما ربنا أراد وداني لمرض فده معنا إنه هو بيحبنا وبيصطفينا وبيقربنا منه فده في حد ذاته انتصار لو ربنا أراد وأخذ ودعته فإحنا رايحين شهداء فده في حد ذاته انتصار لو ربنا أراد وداني لعمر فهو بيديني فرصة إني أعدل مصار حياتي للأفضل فإحنا ما عندناش إمكانية للهزيمة أبدا حتى الموت عندنا في انتصار المحاربة والبطولة اللي اتنين مع بعض عشان أكون أنا البطل ده أو أكون أنا بتعامل ببطولة إزاي يقدر أوجهه لأنه الإنسان بطبيعته قلوق وخواف فلما حيتقال قدامه المرض ده له أعرف إن المرض ده ممكن يكون سبب من أسباق رحيله على الدنيا أو إنه يبقى ابتلاء ويبقى عنده حق البطولة ويكمل العيش بسلام إزاي يقدر يواجهه في البداية مع أول ما يعرف إنه خلاص لازم يواجه المرض حاجتين أهم حاجة إن تقتنع إن ربنا ما بيعملش حاجة وحشة أبدا وتاني حاجة الدعم النفسي ودول أهم حاجتين في حياة أي بطل في الحياة مش بس بطل السرطان هل الإرادة فعلا بتحارب؟ الإرادة دي أصلا حاجة غير ملموسة طبعا هي عبارة عن طاقة روحانية داخلية الإنسان بتبقى جواه روحانية روحانية دي يعني معناها إيه؟ إنها إيمان بربنا إنه ما بيعملش شيء سيء أبدا هي دي السر إنك تؤمن يبدأ هتقدر يتقاومي أي شيء في الدنيا مش بس المرض أي مشكلة السيدات أو الرجال يعني اللي بتشوفيهم بيروحوا حلقين شهرهم خارجين للناس ولبسها حالة بتحسي إن هم كده ما فيش خوف عليهم تبقى متطمينة عليهم؟ آه طبعا طبعا في بدأت بذرة القوة عندنا نقدر تواجه الناس واجهة الناس صعبة جدا يعني إحنا لما بيقع الشعر ممكن حتى وهي لابسة إشاربة على راسها وشها باين عليها الشرق و بحد يديها كلمة تدايقها وتجرحها مبالك بقى خارجة وهي زي ما نقوله قرع أو زلبطة قدرت إنها تعمل ده وتواجه البشر في الشارع وتسمع كلمة من هنا ومن هنا متقبلها ده قمة القوة والصبر والإرادة إيه مبادرة زراعي خط أحمر؟ إحنا كأبطال سرطان لما بنشيل السادي بنشيل معاه حاجة اسمها لوطة اللنفوية اللغدة دي بتتشال من تحت الإبط لما بتتشال بتسبب محازير كتير جدا على الست أو الراجل لأن سرطان السادي سيدات ورجال إيه المحازير دي؟ ما ينفعش يشيل حاجة تقيلة ما تنفعش تتقرس تتجرح تتعور تتلسع أي عنف بأي شكل من الأشكال ممنوع ليه ممنوع؟ لأن ده بيسبب مرض تاني اسمه لنفديمة يعني إيه لنفديمة؟ يعني بيخلي الضراع تدخن وتبقى عاملة زي رجل الفيل وللأسف ده مرض مالوش أي علاق في الدنيا خالص مع الوقت الأقادر ممكن يحصل بتر للزراع لو ملحقناش الآن فأنا كنت اتعرضت الحاجة زي كده وأنا في مستشفى استثماري للأسف وقلت لهم قبل ما أدخل قط العمليات إن أنا عندي مشكلة في تراعي ومع ذلك ما اهتموش فالمهم يعني اتكلمت وعليت صوتي فالدكتور دخل وطمني وقال لي ما تقلقيش لما روحت البيت قررت أن أكتب التجربة على الفيسبوك وسمتها الضراعي خط أحمر التجربة بدأت الناس تسأل طب فيه إيه؟ هتعملي إيه؟ فقررت أن أنا أعمل سورة السورة دي أخدت براءة اختراع من أكاديمية البحث العلوي العلمي ليه؟ لأن إحنا بنحط فيها زي ما حضرتك شايفة كده الأولى أنا أشرحها هي مكتوبة عليها باللغة الإنجليزية مصطلحات متعرفة عليها دولياً ممنوع الحقن والضغط والدم بالعربي ذراعي خط أحمر معمولة على حرف س علشان ما ينتعش ألاعها زي الجويشة تتعورني ودي نفس القصة نفس الكلام مكتوب عليها بس هي الفكرة أن إحنا ليه خدنا عليها براءة اختراع إحنا بنحط هنا كل البيانات الخاصة بالبطل أو المريض اللي لابس الأسورة لأي سبب؟ يبقى معروف حالته إيه بالضغط؟ أي حد يقدر أنه ينقذه مجرد ما هيحط سكان على الـ QR هيقدر يعرف هو مين ساكن فين بياخد علاج عمل إزاي؟ بـ QR كود دي بنحط فيها هنا فلاشة لكن دي QR في منها كمان عملنا منها كمان السيليكون لأن اكتشفت أن في البيت لما كنت قاعدة في البيت وأنا مش لابسها لأن طبيعا هي معدن فأنا مش حابة ألبسها في البيت فتعبت طب ليه بتلبسها في البيت؟ هحكي لحضرتك تعبت مرة فجرتي تلاتة عشان تديني حوقنا ومكنتش لابسها في إدايا فكتتها تديني لحوقنا في الدراعي فحسيت أن كان لازم دي تبقى موجودة لابسها في البيت فأي حد ما يعرفش هي الأمان وهي كمان لازم معاها يبقى تعريف في المجتمع بأنه كل اللي بيرتدي دي لازم نتبه لازم أقرأ لأن أنا ممكن أعتبرها إسويرة ومقراش لكن لازم يبقى فيه وعي عن طريق السوشيال ميديا أو التليفزيون أن دي اللي بيلبسوها لازم تخلوا بالكم منهم متجربوش من دراعهم ما تدهاش حقنا في الغلط كمان هي مكتوبة هنا إحنا عاملينها لو خدت بالك حضرتك برزة علشان حتى لو في حد أعمى ما بيشوفش أو ضرير يعني يقدر أنه يعمل كده يقدر يفهم إيه اللي يقرر يعني مجرد هو ما حيعد يلمسها هيعرف إيه المكتوب عليها أنا نفسي أعرف الحكاية بداية الحكاية كانت يوم عيد ميلادي من 13 سنة كان وقتها عندي 33 سنة تحسبوش ورايا بقى كنت قادة على سرير وبعمل كده فحسنت أن في حاجة ورما في صدري فجريت على جوزي قلت له أنا حاسة أن في حاجة هنا غريبة مكنتش فاهمة فقال لي طب تعالي نروح للمستشفى الصبح ونكشفه ونشوف فيه إيه المهمة كشفت الدكتور قال لي ما فيش أي حاجة ما تقلاقيش 90% من السيدات بيجي لهم الموضوع ده وبيبقى شيء طبيعي جدا يا بنتي روحي خرجت من المستشفى وقفت برة على الرصيف قلت له أنا مش مرتاحة أنا عايزة روح لدكتور فعياته وفعلا نروح لدكتور فعياته وكشف علي وطلب إشاعات وتحاليل وجبتها وبص فيها وقال لي نفس الكلام طب مني قال لي بس أنت لسه صغيرة وسنك 33 وثلاثة متجوزة فيفضل أنك تدخلي تعملي العملية علشان ما يكبرش ويضايقك بشكل مش لطيف فدخلت قط العمليات على أني بعمل عملية تجميل أو بشيل حاجة زيادة ملهاش لازم خرجت من قط العمليات هيا يا دكتور لا أبدا ما فيش حاجة ما تقلقيش اللي إحنا بقلنا 20 سنة في المجال ده مجرد ما بنبص على الورقة بنعرف إذا كان خميس ولا حميد أنت ما فيش حاجة عندك روحت البيت المسولوجي بتاخد حوالي أسبوع عبل ما بتطلع النتيجة ما فكرتش أبص على الورقة لما طلعت ولا أراها خدتها وروحت للدكتور كنت أنا سعيتها أنا وكوزي وأختي وديته الورقة فلقيته مسك الورقة وبيبص فيها وما بيتكلمش سألته 3 مرات يا دكتور فيه إيه مردش آخر مرة راح بقصص في الأرض بتطلعه هو سرطان راح عامل لي كده بصي في اللحظة دي بقى ما هتحولت 180 درجة لقيت نفسي بقوم من عالكورسي وهم الاتنين معي أختي وجوزي ما بينطقوش قمت وقفت قدام وحطت إيدي على الوكتب بتطلعه أنا عايز أعرف دلوقتي أنا هشير صدري كله ولا جزء منه هاخد كيماوي ولا لا بصيلي وقاللي ما عرفش بتطلعه يعني إيه ما تعرفش قالي أنا هدخل لقلت العمليات وهجيب معي دكتور تحليل وهشيل واقف عند الكوس السليم لكن أنا مش قادرة أقولك إذا كنت هشيره كله ولا لا دخلت قلت العمليات وخرقت أول طبعا سؤال سأجدونهم كله ولا حتة منه فقالولي الحمد لله إنه نصه ولد شادي يعني مش كله وكده ومن هنا بدأت بقى الرحلة رحلة العلاج بقى الكيماوي والإشاعي عايز أقولك إن أنا شعر فوع آه كنت زلبتة بس أمر إنتي أمر أصلا إنتي أمر أمر آه طبعا شعري وقع أحسستك الإيوم بعد الخروج بسيه وكان أصعب حاجة وزوجة وبسيت جميلة أريد أقولك إن أنا ما كنتش بنام بالليل علشان خايفة الإشارة بيقع من على راسي فهو يشوفني في شكلي مش حل آآ جوزي آآ فكنت أصعب أما هو ينزل الصبح للبنك أروح نايمة ففي يوم من الأيام سمعت ابني بينضح على أخو كانوا لسا صغاري نوقتها يا مازن يا مازن إلحق مامي ما فيها الشعر حملت كده لقيت الإشارة أنت كنت خلفت الأولاد الأولاد آآ الحمد لله أنا عندي ولد في ربع جمع ولد في أولى جمع ربنا جميل برضا صباح فما كنتش عايزة الولاد كنتش عايزة حد يشوفني شكلي وحش أنا دايما والشعر كان وقع كله آآ آآ كله بلاطة آآ بس ما كنتش بحب حد يشوفني شكلي وحش كنتش بحوط مكياجه شكلي لطيف حتى لابسة بدي إنتي حالة لطيفة جدا بس وإنتي لوحدك قدام المراية كنت ببص مها المها ما أنا هحكيلك بقى كنتي بتقولي المها إيه في المراية كله هيعدي وهابقى حلو أصل وصي هقولك على حاجة كانت مش مخوفيني وأنا ليه شايفة دموع أنا إنتي عديتي بس هي الدموع علامة نصر إنها كنتي باطة لو عديت أكيد ولا الدموع أنا مش عايزة أدخل تاني التجريبات أنا فكرة أنا لو مر بي الموضوع ده تاني وقالوا لي تعيدي حياتك من أول جد هقولهم آه ها من أول جد لأنها تغيرت 180 درجة للأفضل ربنا أولي عمش هين الأواكي أنتي جوزي وربنا وجوزي آه بس ده زوج جميل هحكيلك موقف خلينا نقوله ألف تحية بجد للراجل المصري الجميل بسي أحكيلك على موقف حصل يمكن هو ده اللي وقفني على رجلي كنت ساعتها شعري زربطة زي ما بقولي يعني شعر خالص فكنت في يوم وقفة قدام المرايا زي ما بتقولي دي كده وبأكلم نفسي وبسترجع شكلي قبل كده يعني أنا شكلي بقى وحش قوي فكان هو نايم مع السرير وقتها فأنا بص في المرايا وبكلمه وبقوله أحمد أنا حاس أن أنا شكلي بقى وحش قوي فلاقيت راح قايم من على السرير وراح جاي من ظهري يخذني في حضنه وقال لي أنت أجمل ستة في الدنيا الله يمكن أنا كنت عارفة أنه ما بيقولش الحقيقة بس الكلمة دي هي اللي وقفتني على رجلي هي اللي خلتني أحس بالثقة في نفسي بس أكيد كان بيقولي الحقيقة يعني راجل جميل وعيش معيك مش عالتها بقربات هو عايز يديك كل بس مش عالتها بقربات أنت جميلة في عينيه يعني مش ممكن في قلبه يعني لكن الشكل من برا أنت فقدت كل أنستك طبع فقدت شعرك وجمالك وجزء من جسمك كل ده راح وفجأة بتلاقي واحد بيطبطب عليك وبيأخذوك في حضنه وبيقولك أنت أجمل ستة في الدنيا عايز أكيد تاني فده اللي خلاكي تجري طبعا هو ده اللي غير حياتي من أول وجديد كلها خلاص دهكي ثقة في نفسك أنت حسسك أنك أنثى أنت لسه مرغوب فيك أنت مفيك شهادة نقصة عملتي إيه بقى التحول حصل إيه من واحدة فشلاء ومتعرش تمن أي حاجة في حياتها إطلاقا أنا عايز أقولي كده مكنتش بعرفة نمزل أشتري حتى هدومي خاصة بي أنا أعني ورجلي على رجل يوديني عند ماما ويجيبني البيت خلاص بقيت معتمدة على نفسك في كل حاجة كنت بكتب على صفحيتي على الفيسبوك زي شعر وحاجات كده يعني فحد دخل لي قال لي وحدة يعني قالت لي أنت بتكتبي حلو قوي إيه رأيك ما نعمل مجلة كان من 13 سنة ما فيش لسه الإلكتروني والحاجات دي إيه رأيك نعمل كده قلت لها لأ أنا مش بعرف مش بتاعة تحمل مسئولية والكلام ده فضلت تزن ورايا ورايا الحد ما فيهم سحية الصب حلقتها بنية الموقع وحطهولي على الشات ويلا إبدائي وكتبي من هنا بدأت مها بدأت أكتب اسمي اللي بقى يكتب جوه سمتها سحر الحياة على فكرة المجلة سمتها سحر الحياة عشان كده أنا سميت الجماعية باسمها فبدأت أكتب وبدأت اسمي يطلع بقى برا بدأت أكتب بقى في كل الجرائد اللي تتخيلها زكية حكومية أو خاصة أو برا مصر أو جوه مصر فبدأت أبقى معها بقتي بطل حقيقي دي حاجة بصوري ربنا أدكي حاجة عشان عشان يغير حياتي للأجمل عشان تبقي بطلة بجد أنا عايز أقولك أن كنت ساعات بفتح بفتحش شباك بيتي بالشهر ببشوفش الشارع شوفي بقى لدرجة إيه واحدة قد إيه يعني طبع يعني على نفسها مقفولة على نفسها من هنا بقى من كاتبة صحفية اشتغلت فترة من الفترات معدة ورئيس تحرير برامج وكملت تعليمي يعني أنا عايز أقولك أنه دي من اللقاءات اللي أنا يعني أنا عاشت معيك وعاشت مع الزوج ومع البيت ومع الأهل ومع مرايتك ومعيك أنت شخصيا ودتيني أنا طاقة حلوة جدا بجد ودتي الناس كتير ممكن يكون عندهم يعني تخوف وقلق تقولي إيه الكل ست دلوقتي هي بتحارب وليسا ما بقتش بطلة بس بتحارب تقولينها خليكي زي ما أنت قوية كملي ربنا ما بيعملش حاجة وحشة أبدا أبدا لو صبرتي ورضيتي ربنا عايديكي عطايا وهدايا كتير قوي بشكرك شكرا وبتمنالك دايما نشوفك مشرقة وجميلة زي ما أنت كده وتفضل الحياة بسحرها دايما منورة في عينيك بشكل حضرتك أنا سعيدة لما حضرتك جدا جدا نورتينا بفكرة شكرا شكرا وثلنا معاكم لاختام النهاردة بس الحقيقة إذا كانت حلقة اليوم اللي عبرنا فيها دولنا الأربعة ووقفنا مع كل بيت ومع كل تجربة ومع تجارب كتير تعلمنا منها كتير شفنا بجد قصص حقيقية بس هي كلها قصص لأبطال بيواجهوا بيواجهوا الموت والألم حؤن كيميوي بس في النهاية ابتسامتهم بتعدي بيهم زي ما بتعدي بينا خليكم دايما قد المواجهة وخليك دايما باصس على المراية وقول لنفسك أنا البطل أو أنا البطلة تصبحوا على ألف خير وتكونوا دايما بكل خير